مرحبا شباب بهذا الفيديو رح نتعرف على طريقة تعريف واستخدام الطابعة الليزرية من شركة HP LaserJet MFB 141A رح نتعرف على طريقة التعريف على اللابتوب وطريقة الاستخدام بشكل عام بالبداية أصدقائي مننتقل لمحرك البحث جوجل ومنكتب في الـ HP LaserJet M141A Driver ومناخد أول نتيجة بالبحث من موقع الـ HP داخل موقع الـ HP بقدر حمل التعريف الخاص بالطابعة وبعد ما قمت بتحميل التعريف عندي على جهاز الكمبيوتر رح نقوم بتعريفها ولكن بالبداية رح نتعرف على استخدام هاي الطابعة كآلة تصوير مباشرة من ورقة موجودة ضمن الاسكنار للورقة الفارغة اللي عندي لنه أحيانا ممكن أنا استخدمها كآلة تصوير دون الوصل على جهاز الكمبيوتر فمثلا بالبداية بفتح الاسكنار اللي عندي وبأخذ ورقة لعلى التعيين بهذا الشكل وبسكر عليها بهذا الشكل وفي عندي هون هاي الرسمة اللي موجودة طبعا بعد تشغيل الطابعة أكيد وصل على الكهرباء بيك بيس أو بضغط على هذا الزر اللي هو عبارة عن عبارة النسخ طبعا مثل ما انا شايفين اصدقائي انا عملت عملية كوبي مباشرة من الورقة الموجودة ضمن الاسكنار لورقة فارغة عندي مباشرة دون يعني التعامل مع الكمبيوتر بشكل عام هلأ رح انتقل لسطح المكتب داخل جهاز الكمبيوتر وقوم بتعريف الاسكنار والطابعة وارجيكم كيفيني اصحب اسكنار عن طريق هاي الطابعة او الالة التصوير الشاملة وكذلك الامر رح ارجيكم كيفيني اعمل امر طبعا عن طريق اللابتوب للطابعة مباشرة اذا اصدقائي بعد ما انتقلت لسطح المكتب بجهاز الكمبيوتر وقمت بتحميل التعريف الخاص بالطابعة اللي بين ايدي من موقع الاتشبيب قوم بتثبيته طبعا انا هلأ وصلت الطابعة على الكمبيوتر عن طريق كابل الـ USB الغير مرفق مع الطابعة واللي اشتريته لوحده تظهر عندي هاي الواجهة اللي عميقلي فيها مرحبا بك في برنامج HP Easy Start اللي هي بشكل بسيط ولطيف رح يتم تثبيت التعريف بعمل متابعة هل تريد المساعدة في تحسين برامج HP عن طريق مشاركة البيانات اذا ما بتحب تشارك بياناتك لا لا تم العثور على الطابعة M142 اللي هي نفس الـ M141 تمام وعميقلك هل تريد المتابعة طبعا اكيد رح حدد متابعة اذا كانت ليست هي الطابعة بتقوله طابعتها غير محروضة اكيد هي نفس الطابعة لانه بتاخد نفس التعريف بقول له متابعة مثل ما انا ملاحظين عم يخبرني عن طريقة تركيب الخرطوشة او ما يسمى المحبرة الخاصة فيها واكيد انا نزعت البلاستيكات وسحبت الشريط الحامي للمحبرة مثل ما شفنا بالفيديو السابق اللي نشرناه عنها على القنارة اعمل متابعة اتفاقية الترخيص اكيد بنقراها هيك بشكل سريع وبقول له لقد قرأتها وبعمل قبول اتفاقية تانية تحليلات وكذا بقول له نعم التالي او لا شكرا ما عندك مشكلة هل توافق على السماح بجمع بيانات لا ما بدي تجمع بيانات لانه رح يصير يتصل بالجهاز وكل شيء اخطاء او مشاكل عندك الجهاز يرسله لشغل كيت اتش بي رح نقول له لا شكرا نفس الكلام لا شكرا بعد ما انتهى من عملية التثبيت عطاني اكتمال الاعداد تهانينة وعطاني جهاز كونيوتر عليه اشارة صح تم تثبيت البرنامج بعمل انها طبعا عادة بعد ما انتهى من تثبيت البرنامج بيقول له هل تريد صفحة اختبار ولكن للأسف ما عطاني هذا الشيء رح اعمل مستند نصي لا على التعيين من هذا المكان ونكتب فيه كلام كذلك الامر لا على التعيين بهذا الشكل ونعمل كونترول بي طباعة ونلاحظ انه الطابعة موجودة بهذا المكان بمكان الطابعات اتش بيل ليزر الامف بي الام تسعة واربعين او ام تسعة واربعين او ام تسين واربعين كلا هاتن بياخدوا نفس التعريف وبعمل برينت طبعا طبعا لأتاكد انه الطابعة شغالة مية بالمية واكيد هي موضوعة بحالة الديفولت انه الطابعة الاساسية عندي بعمل برينت وطبعا مثل ما اسمعنا الطابعة طبعية الورقة بهاي العملية تعرفنا على طريقة طباعة اي ورقة عندي اياها ان كان ملف ورد ملف اكسل ما عندك اي مشكلة طيب طريقة سحب السكانر على هاي الطابعة كيف؟ طريقة سحب السكانر عن طريق البرامج الملحقة اللي جاي عندي اياها هون نازلة على سطح المكتب اللي نزلت عن طريق التعريف منلاحظ انه في عندي هون اتش بي ليزر جيك ام تسعة وثلاثين ام اثنين واربعين اسكانر اضغط عليها يفتح عندي البرنامج الخاص فيها طبعا في عندي الحفظ بتنسيق بي دي اف او جي بي جي ارسال بالبريد الكتروني وما الى هونالك انت بتختار الشيء يلي بناسبك فمثلا انا وضعت ورقة رح اقول له حفظ بتنسيق جي بي جي وبهذا المكان مسح ضوئي فيني اختاره كمستند او كصورة طبعا انا المستند اللي عندي اياه هو مستند كتابي فاختاره مستند واكيد بالنسبة لحجم الصورة عم يقلي اي فور او في عندي عدة قياسات حسب المستند اللي وضعته بالاسكانارو اللي عندي يهوي اي فور والصورة بدكها بتدرج رمادي ولا لون نصفة او ما الى هنالك او ابيض واسود عندك الوان كتير انا باختار الالوان طبعا كوني ابيض واسود رح ياخذها ابيض واسود اذا كانت ملونة رح ياخذها ملونة الوجهة نوع الملف جي بي جي وعم يقلي وين حابب يكون اكيد هو رح يمنطلقاء نفسه يوضعه وبالمستندات رح اعمل مسح ضوئي ومثل ما انا شايفين طلعت الورقة بهذا المكان شايفين طبعا فيني اعدل على السطوع فيها او شدة الالوان فيها بهذا المكان قبل ما احفظها للورقة حتى فيني اقلبها يمين شمال طبعا بشكل عرضي او بشكل طولي رح اعمل حفظ عم يخبر نوعين حابب تحفظها للورقة فمثلا رح اقل له على السطح المكتب بشكل سريع وهي عبارة حفظ ومنلاحظ انه اسمها اسكان والتنسيق تبعها هو جي بي جي حفظ فورا فتح لي سطح المكتب وهي هي الصورة قدامي رح استعرضها بشكل سريع ويقول له موافق شايفين هي هي الصورة اللي محطوطة بماسح الضوئي لسكانها وكذلك الامر عندي البرنامج الخاص بالطابعة موجود عندي اياه هون على سطح المكتب رح قوم بتشغيله لانه بداخله اوبشين كتير كبيرة للطابعة مجرد قمت بتشغيله في عندي طباعه في عندي مسح ضوئي شايفين اذا بضغط على المسح الضوئي اكيد رح يطلع لي برنامج الاتش بي سكان اللي اشتغلنا عليه قبل شوي درجع لعند طباعة مشاهدة ما تتم طباعته ضبط التفضيلات تخصيص الطباعة وما الى هناك فمثلا ضبط التفضيلات منلاحظ انه انا شو بدي اطبع ظرف طباعة يومية اشكال كثيرة من انواع الطباعة كذلك الامر نوع الورق طباعة على الوجهين للأسف هي طبعا ما بتطبع على الوجهين انما على وجه واحد ولكن بامكانك تطبع الارقام الفردية ثم تطبع الارقام الزوجية بامر طباعة اخر بالتبويبات عندي فوق عندي الورق الجودة وما الى هناك كذلك الامر عندي امر التخطيط اللي بيمكانك عن طريقه تحدد اسلوب الطباعة واخيرا عندي المتقدم اللي بداخله عكس ترتيب الصفحات داخل امر تخصيص الطابعة عندي الخيارات والاوبشن المعروف اللي من داخل الويندوز اللي عن طريقه فيني اطبع صفحة اختبار واللي عن طريقه فيني ادخل للتفضيلات الخاصة بالطابعة طبعا نفسها رح تظهر لدخلناها لها قبل شوي من تبويب مشاركة فيني اجعلها طابعة مشاركة على هذا الكمبيوتر لحتى شاركها عن طريق الشبكة يعني اي جهاز على الشبكة فيه يطبع عليها ليه الطابعة ولكن عن طريق هذا الكمبيوتر يعني الكمبيوتر بده يكون شغال والطابعة موصولة عليه بشكل دائم ومشغالة بشكل دائم باقي التبويبات الاعتيادية المنفذة الموصولة عليه الطابعة والخيارات المتقدمة بشكل عام ادارة الالوان الامان واعدادات الجهاز بشكل عام وطبعا مثل ما اننا شايفين هون عندي على الجانب في عندي التسوق اذا كنت بدي تسوق محابر او قطع لهي الطابعة كذلك الامر في عندي الادوات لعمليات الصيانة الخاصة بالطابعة اللي ايه من طلقاء نفسها بتنظف الرؤوس وبتنظف المحبرة وهيك يا شباب تعرفنا بشكل سريع على طريقة استخدام هالطابعة لبين ايدي اللي هي الـ HP LaserJet MFB M141A تعرفنا على طريقة استخدامها كآلة تصوير واستخدامها كاسكند وكذلك الامر الطباعة عن طريق جهاز الكمبيوتر مثل ما اشفناها قبل شوي شكرا لمتابعتكم اصدقائي والى اللقاء بالفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية عربية